وللمزيد من التعليق واستكشاف المواقف الأمريكية بشأن الملف السوداني ينضم ولينا من واشنطن براهان هانت مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأمريكية أهلا ومرحبا بك معنا أولا ما الذي تتوقعونه من خطوات تالية بعد أن ساهمت واشنطن في جلوس الأطراف العسكرية وقوى الحريات والتغيير للمرة الأول لقد سعدنا كثيرا بأن مساعد وزارة الخارجية لشؤون الإفريقية سيدة موليفي عملت مع السفير السعودي في الخرطوم لجمع العاملين الأساسيين من العسكريين والغرية والتغيير للحديث في أن ينضم الحرية والتغيير في الآلية الثلاثية نريد أن نتأكد أنه في نهاية المطاف نتوصل إلى خارطة طريق تسمح إلى قوى الحرية والتغيير والمجاميع الديمقراطية المتحالفة بالعمل معهم في آلية اليونيتام ومع الإيقاد والاتحاد الأفريقي ويكون مسارا مجتملا للجميع نريد العودة إلى قيادة مدنية في السودان تلبي طموحات الشعب السوداني للتحول الديمقراطي التام في بلادهم لقد سعدنا بأننا ساهمنا ونحن متفائلون بأن المسارات التي انخرطنا فيها تؤدي إلى نتائج وأن نرى قوى التغيير والحرية والتغيير والحلفاء الديمقراطينا لهم وهم جزء من آلية الثلاثية لتيسير المسار السياسي هناك قوتان الآن أيضا في السودان يشار إليهما القوى الأولى هي لجان المقاومة التي تدعو للتظاهر بشكل متكرر في السودان والتي تقاطع الحوار مع العسكريين وهناك عودة لوجوه النظام السابق أشارت إليها قوى الحرية والتغيير ما موقف واشنطن من هاتين القوتين؟ إذا لنا لجان المقاومة قد لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى الانتقال الديمقراطي في السودان وندعم جهودهم منذ خريف العام 2018 وقبل انيار نظام البشير السابق نحن نثني على جهودهم ودعمهم للتحول الديمقراطي وأنه في نهاية المطاف التحول المدني يؤدي إلى تحقيق ديمقراطية وبذلك أثني على عمل لجان المقاومة ونأمل بأن ممثليهم سيساهمون في النقاش الذي يسيره اليونيتام والإيقاد من أجل التوصل إلى مسار تحولي تام للمدنيين في السودان أما بالنسبة للقوى السابقة لنظام البشير فإن وجهات نظرنا واضحة بأن الشعب السوداني كان واضحا بأنهم لا يريدون لتلقى القوى أن تلعب دورا في المسار التحولي ونحن نحترم رأي الشعب السوداني في هذا المجال ولا سيما مع الجرائم الذي اقترفها النظام السابق لا يجب أن تكون هذه القوى جزءاً التحول في السودان وفي المستقبل الديمقراطي للسودان في ظل هذه الأزمة الغدائية التي تتفاقن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والسودان يبدو أنه له نصيب منها ما حجم المساعدات وكيف تنظرون إلى مسألة المساعدات وارتباطها بالوصول إلى حل في السودان لقد كانت دائما الولايات المتحدة مانحاً كبيراً لمساعدة الإنسانية للشعب السوداني هذا استمر خلال الأزمة والفترة التحولية ومنذ 25 أكتوبر نوفر الدعم للشعب السوداني للاستمرار بنشاطهم المؤيد للديمقراطية وهذا حيوي ونتأكد كذلك من أن الشعب السوداني يحصل على المساعدة التي يحتاجها لتمكن من تعامل مع الأزمة التي تسببت فيها روسيا بالاجتياح غير المبرر لأوكرانيا بالحديث عن روسيا في اليوم الأول الحرب الروسية على أوكرانيا زار نائب رئيس مجلس السيادة أحمد موسكو وكذلك مؤخراً ظهر التقارير عن نشاط لفاغنر في الداخل السوداني كيف تنظرون في واشنطن إلى هذه التقارير والموقف الروسي من الداخل السوداني إن قرار الجنرال هماتي لزيارة موسكو عندما كان بوتين يخطط وبوضوح اجتياحاً لدولة مجاورة كان قراراً ضعيفاً جداً وسيئاً من الجنرال هماتي وهذا لا يعكز ما يرغبه الشعب السوداني من تحقيق ديمقراطية والسلام في السودان وحول العالم فأنا أحث كل قادة السودان وإذ ينظرون إلى كيفية الانقراط مع الدول الأجنبية بأن يبقوا نصب عينهم ما يطلبه الشعب السوداني وهو السلام والحرية والديمقراطية إن دول مثل روسيا تنخرت في نشاطات تؤدي إلى إفقار الدول الأفريقية وإثراء أنفسهم لا تتماشى مع طموحات وتطلعات الشعب السوداني وكذلك شعوب القارة الأفريقية نصيحتنا هي أخذ أي مساعدات تزعم روسيا بأنها تقدمها عبر شركات خاصة عسكرية مثل فاغنر ومع مجموعات مرتبطة بالعقوبات مثل جوجون بالكثير من التشاؤم والتشكيك فنرى بأن الدول الأفريقية التي تنخرت مع هذه الهيئات تجد نفسها فقيرة وأقل أمنا بالإشارة إلى دول الأفريقية ما حجم التأثير من دول الجوار في المساعي معكم للانتقال الديمقراطي تحدثت عن الدور السعودي لكن ماذا عن الدور الإماراتي والمصري والإتيوبي في هذا الملف؟ نعمل عن كثب مع المالك العربية السعودية ودولة الإمارات في إطار الكواد ونشترك معهم في رغبتهم في التوصل إلى مسار تحول مستقر في السودان ولا تحقيق تموحات الشعب السوداني وأن السودان سيكون مساهما في الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة مصر وإثيوبيا عدوان من مجموعة أصدقاء السودان والأشمل وقد ساهم منذ العام 2018 في العمل نحو التحول للمدنيين فأسهم في هذا الصدد ونأمل بأننا سنستمر بالعمل من أجل تلبية تحومات الشعب السوداني في سياساتهم الخارجية توقف الحوار الذي أعلنته الألية الثلاثية أجل إلى أجل غير مسمى وتعترض عليه قوى الحرية والتغيير وعلى مساره ولم تشارك فيه لجان المقاومة ما توقعكم لمستقبله؟ المساعدة الوزير سيدة فيه والسفير السعودي في خرطوم عمل عملا دعوبا وراء الكواليس لتوصل إلى هذا الهدف وأن الألية الثلاثية تشتمل على القوى الديمقراطية في السودان ولا نعتقد بأن هذا ممكن دون أن يمخرطوا في هذا المسار ونعمل في القوى الديمقراطية لتأكد من أن كل الظروف مؤاتية لهم من أجل مشاركة الألية الثلاثية إن مشاركتهم حيوية إذا أردنا أن نتوصل إلى إطار مستديم ونعتقد بأن كل الجهود التي نكون من خلالها تصل إلى خارط الطريق ستكون نتيجة ناجحة ونتطلع إلى إنخراطهم حول الطاولة مع الفاعلين الآخرين في السودان في المستقبل القريب سيد براين هانت مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك وساعدنا بوجود كمان